السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع هذه الفقرة مع كتاب يليغي كمخوندر كمان بيار يطاريذي ان غطار تبعا سنرى بعض الجمال بعض العبارات بعض الكلمات المتعلقة بهذا الموضوع لدينا هنا مثلا كما عندنا هنا نأخذ العبارة الأولى الموضوع موضوع موضوع نتكلم عن غابة لكنها ليست بالغابة الكبيرة كلمة مذكرة كلمة مذكرة كلمة مذكرة على عكس كلمة طبعا كما ذكرنا فيما سابق أيضا بأن كلمة بوا تعني الحاطب أو الخاشب ثم نأخذ كلمة البويسون البويسون كلمة ضغل البويسون من كلمة دعق البيض البحثين المكان جعلت بهذا الم leaned بيسان المได ز lendان بعض هر الكثيرمنnal تسمى بكثير من هناك ... بلا تحميل rồi إذن الأرنب كان مختبئاً ضمن البويسان في الدغل كما تشوفون عندنا ايت كاشي ايت كاشي إذن نتكلم على الوضع بكاشي إذن في الخبأة في الخبأة ولكن هنا نتكلم على ايت كاشي يعني أنه مخبأ إذن كما نتكلم عن مبني مجهول لابن ايت كاشي الأرنب مختبئ ضمن البويسان في الدغل أستو أستو هذه الكلمة لما أستو يعني تدسويت يعني تدسويت إذن كلمة أستو تعني تدسويت بسرعة سانزاتند سانزاتند بدون انتدار أتندر المقصود با انتدار أما فعل أنتند هذا فيع السامعة هنعدنا أتندر فيع الانتدر ومن هنا تدسويت كلمة لاتونت لاتونت الانتدار سانزاتندر بدون انتدار بمجرد 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 أو أحيانا تعني مندو 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 أن الكلب لمحة مندو أن الكلب لمحة المقصود بمجرد أن الكلب لمحة للمحة للمحة المقصود بمجرد للمحة 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 ليس للمحة للمحة مندو للمحة أما فعل للمحة بمجرد أن الكلب لمح الأرنب إل سومئ أخاد في هو بدأ في كورير بدأ في الجري يعني أنه بدأ في ملاحقة الأرنب إذن كلمة أوسيتو المقصود بها بمجرد أن الكلب المح الأرنب بدأ في ملاحقة الأرنب إذن كلمة بدأ في ملاحقة الأرنب كما يقولون في ملاحقة الأرنب إذن يعمل على ده حراجات كلها البيت كونتخل المير البيت كونتخل المير إذن هي تستادم مع الجدار إذن تستادم مع الجدار إذن تستادم مع الجدار إذن تستادم مع الجدار إذن ما نقوله؟ لا بي لا بي بيت كونتخل المير إذن لا بي بيت كونتخل المير إذن الكلة تستادم مع الجدار في ملاحقة الأرنب إذن يعمل على ده حراجات كلها البيت كونتخل المير إذن هي تستادم مع الجدار الهم يقولون إيقرش وهم يقولون يقرشوا العلمة وإذن تتلقى المفيدة وغير يقولون يلسف وغير يلسف إذن يعجبوا والسم يلسف يلسف يقولون في الزورة يلسف إذا كيف يخرج من الدم شيئا ما بمن آخر يلقى لجونو إيكوخشي إذا عنده لجونو الركبتين إيكوخشي كما ذكرنا فيما سابق مسلوخة جلدات يطير يسحب منها جزء من الجلد إذا فيبدأ الدم في الخروج سوني بابخوفون سوني بابخوفون إما وليس عميقا المقصود بأن الجرح ليس عميقا فقط أن جزءا من جلد الركبة قد انصالح وبالتالي بدأ الدم في الخروج سوني بابغغاف هذا ليس خطيرا يعني ليس بالشكل الخطر الذي يستدعي الخوف إلى غير ذلك إذا كما قلنا إيكوخشي بيارسين أنبو إلى الجونو إيكوخشي سوني بابخوفون نقول عن شيء إذا أنه بخوفون في المؤندة نقول بروفوند يعني أنه عميق أمبول بخوفون أمبول بخوفون إذا نتكلم عن بئر عميق بعد مرة نتكلم على بخوفوند يعني العمق هنا طبعا نتكلم عن صيفة صيفة هنا هنا عدنا نعت سوني بابغغاف سوني بابغغاف ليس خطيرا ثم عدنا لفخان إذا نتكلم على المكابيح لفخان طنظله أتيل دفخان إذا دراجاتها كالهوائية أتيل هل لا دفخان هل عندها مكابيح بوغغ سغطي إذا من أجل الوقوف من أجل التوقف هون عندنا بوغغ سغطي من أجل التوقف انساغ لفخان انساغ لفخان يقول لفخان أننا نتدرت على المكابيح حيث تتوقف دراجة إذا لفخان طنظله أتيل دفخان طنظله أتيل دفخان أتيل دفخان تصارب 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 انساغ لفخان انساغ لفخان بيانساغ في هذا الصغرق نحن نتلحث قلن مختلف يقولون دون دوتر كونتكست إذن عندنا هنا جمال التي يمكننا أن نستعملها في سياقات أخرى إذن طوطاكو إذن ممكن أن تكون عندنا هذه السيغة بهذا الشكل طوطاكو وفجأة وها هو نقول مثلا وأنا أسير على الدراجة طبعا كما ذكرنا فيما سابق بأن لذاب غلي دين ما تكون عندنا علاقة بالعجلة يعني إما أن العجلة ممكن نقول مثلا ممكن نقول نقول مثلا بأن العجلة تتدحرج كما نقول بأن العجلة تتدحرج ممكن نقول سيارة تسير ولكن تسير على عجلات وممكن نقول جغولي مثلا أنا كنت أسير بسرعة ولكن شو يعني هذا تعني بأنني كنت أسير على الشيء لو عجلات إذن عندما نتكلم اللغة غولة تتكون عنده علاقة بالعجلات جغولي غيلو إذن أنا أسير على الدراجة طوطاكو وفجأة ها هو كلبون الذي بدأ في الجو خلفي خلفي أنا إذن نستعمل هذه العبارة بهذا الشكل طوطاكو وفجأة وفجأة يفتحوا الباب مثلا إذن نستعمل عبارة بهذا الشكل طوطاكو وفوالا ثم نكمل الجملة ثم عندنا سكسي من 5 أو 6 مرسو سكسي من 5 أو 6 مرسو إذن تكسر إلى خمسة أو ستة قطة نقول مثلا مو مرسو دوكخي مو مرسو دوكخي إذن قطعة من التبشور سكسي من 2 سكسي من 2 أنها تكسرت إلى 2 المقصود أنها تكسرت إلى 20 إذن مو مرسو دوكخي إذن قطعة من التبشور أو من التباشر سكسي من 2 أنها تكسرت من 2 طبعا هنا عدنا لغرسو كاسي عدنا لغرسو كاسي طبعا نتعرف بأن الأفعال يتكون عندها السو نتكلم على لغرسو كاسي هنا عدنا لغرسو كاسي سكسي من 3 وغرسو كاسي إذن هذا فعال سكسي لغرسو لغرسو ستنغرر برنومينال إذن وين تعمل من هذه الأفعال التي تسمى لغرسو كاسي لغرسو كاسي كما نقول أفعال ضاميرية طبعا هذه الأفعال معروف عليها أنها تتصرف فقط مع الأكسيليار بها اللي عدنا إذن هنا في الباسي كاموسي ديال يجب أن نحصل على الباسي قموزي الخاص بفعل سكاسي إذن دائما يصرف مع إتر إذن هذا النوع من الأفعال تصرف مع إتر في لطن قموزي ثم لكارو سكاسي في لطن قطعة مربعة سكاسي أنها تكسرت في لطن قطعة ثم عندنا نحن في لطن قطعة مربعة سكاسي عندنا هذا المقضى أخبروا لطن قطعة مربعة ستطورة في لطن قطعة مصنع لطن الواجبع ستكون ماذا من زمان هذا ؟ فالفتور سيمبل طبعا إلا قلبنا إلا قلبنا على صرف اتر فالفتور سيمبل إذا ما إل سنرى هذه سورة أو نقول إذا الوجبة ستكون الوجبة ستكون عدنا هنا اتر كما قلنا لغوبا سورة ستكون جاهزة بدا الشكل إذا بخي عندنا بدا الشكل لغوبا سورة بخي الوجبة ستكون جاهزة لنا نتكلم عن كلمة بخي الأخرى التي تعني قريب جو سوي بخي جو سوي بخي دو أنا قريب منكم إذا هذه بخي تتكون عندها أس هنا عدنا أطي كما تلاحظه إذا هنا لغوبا سورة بخي الوجبة ستكون جاهزة طبعا في المؤمنة نقول بخيت لأن كلمة وجبة هنا هناك كلمة مذكرة كما نقول وجبة وشئ نتكلم لغوبا سورة بخي إذا الوجبة ستكون جاهزة دون زن كاردر يعني في ربع ساعة في ربع ساعة المقصود بعد ربع ساعة أو في خلال ربع ساعة مدامت أن الوجبة ستكون جاهزة بعد ربع ساعة بعد ساعة أثناء هذا الوقت أثناء هذه المدة التي ستكون في الوجبة جاهزة ذا ما شارشي دي بان ذا ما شارشي دي بان ذا ما شارشي دي بان اذهب لتبحث عن الخبز اذهب للبحث عن الخبز إذا نعيش دي بان ماما لاذه المقصود بها تلك الكيمياء الملابس التي التي يتم راسلها التي يتم تصبينها إذن تكلم عن الملابس التي تصبن التي ترسل تسمى لنج ماما لنج إذن أمي كانت ترسيل ما يتم تصبينه ما يتم تصبينه أثناء هذا الوقت كاترين جوه كاترين جوه كاترين جوه كاترين جوه افكسابوبي كاترين كانت تلعب كم ترى عندنا الزغب ألم بارفة تيفيد استمرارية في الماضي يعني أن كانت تلعب يعني واحد المده هي تتلعب كاترين جوه كاترين كانت تلعب بدميتها كاترين كانت تلعب مع دميتها كما عندنا هنا كم تقولون كاترين كانت تلعب كاترين انتضرب ذلظر و انتضرب من تلعب سنبه وبدأني سنبه ليس لديهم كاترين شئه كاترين كانت تلعب وطن التعب يعجي يا م freed الكمس برئبولو هذا الكمس برئبولو أبهذا سicing برئبولو و وهذا الكمس برئبول مليعور و و و عليه plaques برئبولو إلا لا safer على بعض demos السابق وأني صابت Gore تجارخ فى أننا خط كن پرن مي لفر بأن تخدك توبي أو متلنا نقول جنو با كن توش أميز أفر جنو با كن توش أميز أفر أنا لا أريد بأن توني ميسا أو بأن تومسا ميز أفر أدواتي أنا مبريد تواحدي قسليا أدوات ديري جنو با كن توش أميز أفر كمتل اللحظو عدنا توشي أ توشي أ جنو با كن توش أميز أفر تومي جنو با كن صير قحeme عليك عندما ستفلم عندما أن الأرض عندما نتس frustrating عندما نتحلم عن وهو ال Deutsch عندما نتس c collaboration عندما نت EMrich. عندما نتحلم Hub أكثر عندما نتحدث روني اي فور إذن روني هو قوي في المؤنة نقول فورت هنا روني ايه قوي إذن نقول روني اي فور ولكن في المؤنة نقول فورت مينا اي فورت مينا اي فورت كما تلاعب بأن la كونسان finale دنسو مولا فور نسو pronونس با par contre كما تلاعب بأن روني اي فورت إذن عندما نضيف اي إذن فادي الحالة سو pronونس نقول مينا اي فورت بينما هنا نقول روني اي فور هتلا تنتق مثلا روني اي غران روني اي او كبير نحن نطلق روني اي غران par contre مينا اي غرانت نطلق لدي نحن نضيف اي مينا اي غرانت إذن مينا كبيرا إلي ميشان كما نرى لا تنتق إلي ميشان ولكن في المؤنة نقول إلي ميشانت لدي ميشانت كما نضيف اي لدي ميشانت لدي ميشانت لدي ميشانت لدي ميشانت تصريف في الاتر في الحاضر إذن نقول نحن كبيرون نضيف S هذا الاجكتف طبعا أنت صغير نقول أنتم صغار طبعا نضيف S إلي فوق هو قوي نقول مثلا نحن متعقلون نحن متعقلون طبعا نضيف S الخاصة بالجمع نضيفها للاجكتف لكي نعبر عن لبلغيال لزادجكتف حتى نعبر عن جمع هذا النوعود إذا نضيف S طبعا نصم صعج نقول مثلا إذا طبعا لا نضيف S ولكن عندما نقول أنتم شررون طبعا نضيف S لأننا نتكلم عن جمع نقول مثلا إلي فوق هو قوي لم نضيف S ولكن في حالة إلي فوق هم أقوية إذا نضيف S الخاصة بالجمع هذا الجزء طبعا من لأن هناك حالات أخرى طبعا ممكن أننا نراها مستقبلا خاصة بأنواع أخرى من هذا ثم عندنا لأننا نتكلم عن جمع لأننا نتكلم عن جمع لأننا نقول لأننا نتكلم عن جمع لأننا نتكلم عن جمع أنا أرفع الرأس تلفع الرأس هنا نلفلاتت نحن نرفع الرأس أنتم ترفعون الرأس إلف إلفلاتت هم يرفعون الرأس نفس الشيء هنا إلفلاتت هن يرفعنا الرأس إذن هكذا نكون قد أنهينا أو قد يمتعينا مع هذا الموضوع نستعلم فقال القادمة نحيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله